اه في ناس كتير كان طلبت اه ازاي تخفي الصور بتاعتك من الاستوديو بتاع اه بتاع موبايل سامسونج اه لو انت معاك اي موبايل من النوع اللي انا هولو دلوقتي فانت ممكن تقدر تطبق الطريقة اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي اي ان كان سامسونج اي سواحد وسبعين او اي واحد وخمسين او اي خمسين او اي تلاتين او اي عشرين او اي عشرة او اي حداشر اي اي سلسلة من سلسلة الاي او بمعنى اصح اه لو معاك سامسونج في وان يو اي اللي هو الوجهة وان يو اي 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 او او اي اي الجديدة اللي هي سري هتقدر تطبق الطريقة اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي خلينا عشان ما نطولش برضو نقش على الطريقة على طول اه اول حاجة هنا بنيجي عن الستوديو وبندخل عليه مع بعض طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي الستوديو زي ما احنا شايفين طبعا بالطريقة ديات اه دلوقتي مسلا انا عايز اخفط المجلد اللي هو بي ستمائة واثناشر دوت اعمله هو دلوقتي بنيجي هنا عند التلات اسهم اللي هم موجودين فوق دولت زي ما انتم شايفين وبنيجي هنا عند اخفاء الالبومات او سهرها وبننزل هنا لحد ما بنلاقي بي ستمائة واثناشر او زي ما احنا شايفين كده هنا لقينا بي ستمائة واثناشر دلوقتي عايزين نخفيه بنيجي هنا عنده وبندغط عليه زي ما احنا شايفين كده كده بقى الاعلامة اتفعلت اللي هي بالنول الاحمر كده انت خفيت المجلد دوت من بره لما تيجي نرجع دلوقتي على المعرض مش هتلاقي بي ستمائة واثناشر موجود زي ما كان موجود هنا في المكان دوت فكده دي طريقة بسيطة وسهلة انك ازاي تخفي الصور بتاعتك لو انت عايز تخفيها وفي طريقة تانية برضو بتكون اي اي اضمن شوية في حاجة هنا في سامسونج اسمها المجلد الامن زي ما احنا شايفين اهو المجلد الامن دوت بيكون لي كلمة مرور بتكون انت عاملها ليه اي طبعا وبتدخل كلمة المرور هنا اي طبعا في الاول بيقول لك اي تنشئ المجلد امن وبتعمل كلمة المرور اي وعشان تحط في الصور اللي انت عاوزها طب دلوقتي انا عايز احط الصور في المجلد الامن ده اعمل ايه? نجي هنا الستوديو. وبنختار مسلا اي اي مجلد من اللي احنا شايفين ده 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 على الصور. مسلا المجلد ده ات وبنضغط عليه طهطها مطولة كده. وبنيجي هنا. في كلمة هنا اسمها النقل الى المجلد الامن. زي ما احنا شايفين اهيت. بنضغط عليها مع بعض. بيقول لي هنا طبعا ادخل كلمة المرور عشان ينقله. فاحنا ندخلها مع بعض سانة. تمام? وبنعمل تام. لو لاحظته هنا فوق كده هيجي ان هو هنا جار النقل للعناصر الى المجلد الامن زي ما احنا شايفين. فهو كده بالطريقة دي بين الصور بتاعتك للمجلد الامن. فدي كان الطريقتين. لو انت عايز تخفي الصور بتاعتك مش عايز اي حد يخش على الصور بتاعتك او يتطفل على الموبايل بتاعك لو انت سايبه لحد مسلا. اه بس بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان وصلك كل جديد تصفح على زر الجرس. ولو عجبك الفيديو اكتبنا في تحت وانت حابب نتكلم عن حاجة جديدة الفترة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشوفكم فيديو جديد.